السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب وطالبات الصفة الخامسة الابتدائي حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية برفقة زميلنا الأستاذ عماد ذويب في لغة الإشارة بسم الله نبدأ لدينا واجب على درسنا السابق طلابي وطالباتي هيا بنا نستعرض أسئلة الواجب الواجب السؤال الأول ما التضاريس التي يكثر السكان بها ما التضاريس التي يكثر السكان بها سؤال الثاني ما أسباب انخفاض كثافة السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة ما أسباب انخفاض كثافة السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة هيا بنا نجيب على أسئلة الواجب كل سؤال على حدة بدءا بالسؤال الأول ما التضاريس التي يكثر السكان بها نعم يكثر السكان في السهول والهضاب غير الوعرة أحسنتم يكثر السكان في السهول والهضاب غير الوعرة ما أسباب انخفاض كثافة السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة ما أسباب انخفاض كثافة السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة ممتاز وعورة مسالكها وشدة انحدارها أحسنتم برودة مناخها بارك الله فيكم صعوبة البناء وشقة الطرق والزراعة فيها إذن الأسباب انخفاض كثافة السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة وعورة مسالكها شدة انحدارها برودة مناخها صعوبة البناء وشقة الطرق والزراعة فيها هيا بنا لنراجع درسنا السابق ما التضاريس التي يقل السكان بها ما التضاريس التي يقل السكان بها ممتاز يقل وجود السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة أحسنتم يقل وجود السكان في الجبال والمرتفعات الشاهقة ما أسباب ارتفاع كثافة السكان في السهول والأراضي المنبسطة؟ ما أسباب ارتفاع كثافة السكان في السهول والأراضي المنبسطة؟ أحسنتم سهولة البناء وشقة الطرق والزراعة فيها اعتدال مناخها يسر التنقل فيها إذن لسهولة البناء وشقة الطرق والزراعة فيها اعتدال مناخها ويسر التنقل فيها في درسنا السابق تعرفنا على أثر التضاريس كعامل طبيعي في توزيع السكان وفي درسنا اليوم نتعرف على أثر المياه كعامل طبيعي أيضا في توزيع السكان إذن في درسنا السابق تعرفنا على أثر التضاريس كعامل طبيعي في توزيع السكان وفي درسنا اليوم نتعرف على أثر المياه كعامل طبيعي في توزيع السكان يتكون درسنا من المحور التالي توزيع السكان حسب العوامل الطبيعية المياه يتوقع من الطالب والطالبة أن يبين أثر المياه في توزيع السكان يتوقع من الطالب والطالبة أن يبين أثر المياه في توزيع السكان تتعدد مصادر المياه على سطح الأرض وتعد عاملاً أساسياً في توزيع السكان إذن تتعدد مصادر المياه على سطح الأرض وتعد عاملاً أساسياً في توزيع السكان عليه وتنقسم مصادر المياه إلى قسمين إذن تتعدد مصادر المياه على سطح الأرض وتعد عاملاً أساسياً في توزيع السكان عليه وتنقسم مصادر المياه إلى قسمه القسم الأول من أقسام المياه طلاب وطالبات المياه العدبة المياه المياه العدبة مصادرها الأنهار الينابيع البحيرات العدبة المياه الجوفية والأمطار والثلوج والجليد إذن القسم الثاني من أقسام المياه المياه العدبة ومصادرها الأنهار الينابيع البحيرات العذبة المياه الجوفية والأمطار والثلوج والجليد القسم الثاني المياه المالحة القسم الثاني من أقسام المياه المياه المالحة مصادرها المحيطات البحار والبحيرات المالحة إذن القسم الثاني من أقسام المياه المياه المالحة ومصادرها المحيطات والبحار والبحيرات المالحة عدد وعدد أقسام مصادر المياه عدد وعددي أقسام مصادر المياه ممتاز تنقسم مصادر المياه إلى قسمين المياه العدبة والمياه المالحة أحسنتم إذن تنقسم مصادر المياه إلى قسمين المياه العدبة والمياه المالحة عدد وعددي مصادر المياه العدبة عدد وعددي مصادر المياه العدبة ممتاز مصادر المياه العدبة الأنهار والينابيع والبحيرات العدبة المياه الجوفية أحسنتم الأمطار والثلوج والجليد بارك الله فيكم عدد وعددي مصادر المياه المالحة عدد وعددي مصادر المياه المالحة مصادر المياه المالحة المحيطات والبحار والبحيرات المالحة إذن مصادر المياه المالحة المحيطات والبحار والبحيرات المالحة إجابة صحيحة ترتفع الكثافة السكانية في السواحل البحرية وقرب الأنهار وضفاف البحيرات إذن أين ترتفع الكثافة السكانية طلابي وطالباتي؟ ترتفع الكثافة السكانية في السواحل البحرية وقرب الأنهار وضفاف البحيرات ترتفع الكثافة السكانية في السواحل البحرية وقرب الأنهار وضفاف البحيرات لعدة أسباب ما هي إذن للأسباب الآتية ترتفع الكثافة السكانية في السواحل البحرية وقرب الأنهار وضفاف البحيرات للأسباب الآتية واحد للزراعة وصيد الأسماك حيث أنها مصدر غذائي واقتصادي اثنين للعمل في الموانئ والمواصلات البحرية حيث أنها مجالاً للمواصلات الفعالة ثلاثة للعمل في محطات توليد الطاقة والسدود حيث أنها مصدر للطاقة المتجددة إذن ترتفع الكثافة السكانية في السواحل البحرية وقرب الأنهار والمحيرات لعدة أسباب وهي للزراعة وصيد السمك حيث أنها مصدر غذائي واقتصادي للعمل في الموانئ والمواصلات البحرية حيث أنها مجال للمواصلات الفعالة للعمل في محطات توليد الطاقة والسدود حيث أنها مصدر للطاقة المتجددة ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية وقرب الأنهار وضفاف البحيرات ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية؟ ممتاز للزراعة وصيد السمك أحسنتم للعمل في الموانئ والمواصلات البحرية للعمل في محطات توليد الطاقة والسدود إذن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية للزراعة وصيد السمك العمل في الموانئ والمواصلات البحرية العمل في محطات توليد الطاقة والسدود نلاحظ هذه الصورة طلاب وطالبات هذه الصورة للمحيط الجنوبي تقل كثافة السكان في المحيط الجنوبي لماذا؟ بسبب تجمده وصعوبة وصول الخدمات إليه إذن تقل كثافة السكان في المحيط الجنوبي بسبب تجمده وصعوبة وصول الخدمات إليه أمامنا خريطة هذه الخريطة توضح لنا المسطحات المائية في العالم حيث أن وطني المملكة العربية السعودية يطل على مسطحين مائيين من الشرق الخليج العربي ومن الغرب البحر الأحمر هيا بنا لنجيب على هذا النشاط من خلال هذه الخريطة نشاط رقم 2 صبحت 25 في الكتاب المدرسي نقرأ النشاط جيدا لأن نتمكن من الإجابة يحدد الطلبة المدن القريبة من المناطق المائية الجاذبة للسكان في وطني المملكة العربية السعودية ممتاز الدمام رأسة النورة الجبال تطلان على الخليج العربي وجده وينبع واجزان تطل على البحر الأحمر إجابة صحيحة ننتقل لفقرباء طلابي وطالباتي نقرأ النشاط جيدا حتى نتمكن من الإجابة شكرا للمشاهدة يحدد الطلبة من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة باستعمال الأرقام في الجدول التالي المجموعة ألف نيويورك جدة بغداد المجموعة با تقع قرب البحر الأحمر لتكون مركزا لاستقبال الحجاج تقع بالقرب من نهر دجلة حيث وفرت المياه العذبة تقع غرب المحيط الأطلسي لتكون مركزا تجاريا عالميا هيا بنا طلابي وطالباتي بدءا بنيويورك إذن ممتاز نيويورك تقع غرب المحيط الأطلسي لتكون مركزا تجاريا عالميا جدة ممتاز تقع قرب البحر الأحمر لتكون مركزا لاستقبال الحجاج بغداد تقع بالقرب من نهر دجلة حيث وفرت المياه العذبة إجابة صحيحة عدد وعددي أقسام المياه عدد وعددي أقسام المياه ممتاز تنقسم مصادر المياه إلى قسمين المياه العذبة والمياه المالحة بارك الله فيكم عدد وعددي مصادر المياه العذبة عدد وعددي مصادر المياه العذبة المياه العذبة ممتاز مصادر المياه العذبة الأنهار والينابيع والبحيرات العذبة المياه الجوفية الأمطار والثلوج والجليد إجابة صحيحة عدد وعددي مصادر المياه المالحة عدد وعددي مصادر المياه المالحة ممتاز مصادر المياه المالحة المحيطات والبحار والبحيرات المالحة ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية؟ ترجمة نانسي قنقر ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية؟ ممتاز للزراعة وصيد السمك للعمل في الموانئ والمواصلات البحرية للعمل في محطات توليد الطاقة والسدود بارك الله فيكم إجابة صحيحة لدينا واجب طلابي وطالباتي على درسنا لهذا اليوم توزيع السكان حسب العوامل الطبيعية المياه؟ سؤال الأول عدد وعددي مصادر المياه المالحة السؤال الثاني ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية؟ إذن عددي وعدد مصادر المياه المالحة ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية؟ ناقشنا في درسنا المحورة التالية توزيع السكان حسب العوامل الطبيعية المياه في ختام درسنا استودعكم الله إلى لقاءة جديد شكرا لكم حسن استماعكم